مرحبا بكم يا أعزائي قد اشتقت لكم إلى أي دولة سافرنا المرة السابقة؟ نعم كانت إيطاليا والدولة التي سنسافر لها اليوم أيضا دولة رائعة إنها فرنسا يا أصدقائي هل أنتم مستعدون للرحلة معا؟ إذن نسافر إلى فرنسا الآن مباشرة؟ هذا علم فرنسا هذه صورة عاصمة فرنسا التي تسمى باريس هل ترون الشيء الذي يلمع عن بعد هناك بشكل مضيء؟ هيا نراه عن قرد نعم إنه هنا يسمى هذا برج إيفل إنه عال كأنه يلمس قمة السماء وسحب السماء أيضا رائعة هذه صورة متحف اللوفر في باريس هذا متحف مشهور عالميا ونستطيع أن نشاهد لوحات مشهورة داخله يقال أن هذا أعلى جبل في أوروبا الغربية واو إن منظر الثلج المكوم على السخور الشاهقة رائع آخر صورة هي صورة جزيرة جميلة محاطة بالبحر كيف لجزيرة رائعة مثل هذه أن توجد وسط البحر؟ إنها عجيبة واليوم سنرسم معا هذه الجزيرة هيا بنا نرسمها بشكل رائع أولا سنرسم الأرض وبعد ذلك سنرسم قلعة كبيرة الآن انظروا فقط نرسم الأرض في الجزء السفلي ثم سنرسم قلعة مرتفعة مثل الجبل نرسم العشب بشكل خفيف ونرسم الجدار المقوس أمام القلعة ونرسم البيوت فوقه وعليها نرسم الأشجار ثم عليها نرسم البيوت مرة أخرى وفي الأعلى نرسم القلعة العالية ترجمة نانسي قنقر هكذا قد رسمنا بشكل بسيط فقط هيا أنتم أيضا حاولوا نعم إذا انتهيتم الآن ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 ارسموا مباني بين الأشجار هكذا من بين الفراغال اشتركوا في القناة 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 نعم على البحر